يبدو وكأن فيلم كاستاوي الشهير الذي أدى بطولته النجم السينمائي توم هانكس تحول إلى حقيقة حيث أوضح خفر السواحل الأميركي أنه تمكن من إنقاذ ثلاثة أشخاص تقطعت بهم السبل في جزيرة نائية لعدة أيام بعد أن كتبوا كلمة هيلب باستخدام سعف النخيل وأوضح خفر السواحل أن الرجال الثلاثة وجميعهم بحارة في الأربعينيات من العمر غامروا بالذهاب للصيد بالقرب من جزيرة بيكيلوت المرجانية مستخدمين زورقاً طوله عشرين قدماً ومزود بمحرك خارجي حسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية وذكر البيان أن البحارة الثلاثة لديهم الخبرة للإبحار في تلك المياه بيد أن محرك الزورق تعرض للضرر وتوقف عن العمل وبالتالي ظلوا عالقين لأكثر من أسبوع في الجزيرة الصغيرة غير المأهولة وخلال تلك الفترة الصعبة اكتفى الرجال الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم بتناول ثمار جوز الهند وشرب المياه العذبة من أحد الآبار وبدأ البحث عن المفقودين بعد أن اتصل قريب أحدهم بمسؤولي الإنقاذ في جزيرة جوام الأميركية نهاية الأسبوع الماضي ولفت المتصل إلى أن الثلاثة لم يعودوا من جزيرة بيكيلوت وهي جزء من ولايات ميكرونيزيا الموحدة وهي دولة في المحيط الهادئ تتكون من العديد من الجزر المنتشرة في المحيط بين الفلبين وأرخبي الهاواي ورصدت طائرة تابعة للبحرية الأميركية التي انطلقت من قاعدة جوية في اليابان كلمة النجدة المرسومة بسعف النخيل على الشاطئ مما أدى إلى تضييق منطقة البحث الأولية التي امتدت لأكثر من 78 ألف ميل بحري مربع وفقا لبيان خفر السواحل وأسقطت تلك الطائرة حزام النجاة للثلاثي ثم قام طاقم من محطة جوية في هاواي بإسقاط جهاز لاسلكي للاتصال بالرجال الذين كانوا بصحة جيدة وقالت سارا موير كبيرة ضباط الصف من قوات خفر السواحل الأميركية في ميكرونيزيا قطاع جوام لصحيفة ستارز أند ستريبس تضرر المركب عندما اقتربوا من الجزيرة بسبب الأمواج والمياه الضحلة المحيطة بالجزيرة وأوضحت أن بطارية جهاز راديو الاتصال الخاص بهم نفدت مشددة على أن ثمار جوز الهند التي عاشوا عليها لم تكن لتكفيهم مدة أطول ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنجح فيها كتابة لافتة على الشاطئ بإنقاذ أشخاص تقطعت بهم السبل في بيكيلوت ففي عام 2020 ورد أن ثلاثة رجال آخرين فقدوا في أرخبيل ميكرونيزيا جرفتهم الأمواج هناك بعد أن انحرفوا عن مسارهم ونفد الوقود من قاربهم وكتب هؤلاء الثلاثة علامة SOS كبيرة على رمال الشاطئ وهي اختصار لعبارة أنقذوا أرواحنا وقد جرى رصد تلك العبارة من الجو مما سمح لخفر السواحل والسلطات الأسترالية بالعثور عليهم في تلك الجزيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة